عملية عسكرية أمريكية جديدة وقصف تبعه إنزال جوي لقوات من المارينز في إحدى القرى النائية بمحافظة مأرب عملية الإنزال الجوي هي الرابعة خلال أكثر من عامين والثانية خلال أقل من أربعة أشهر بعد عملية الإنزال في قرية يكلا بمديرية والدربيع في محافظة البيضاء والتي راح ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية في الحرب على الإرهاب هذه المرة بشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغياب تام للحكومة اليمنية التي تم تغييبها عن المشهد لعدة أسباب أبرزها سيطرة مليشيا الحوثي على كافة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب في منتصف ليل الاثنين نفذت القوات الأمريكية عمليتين متزامنتين في كل من البيضاء ومأرب استخدمت فيها طائرات البلاك هوك ونفذت عملية إنزال محدودة بالتزامن مع استهداف أي جسم متحرك في محيط موقع العملية وفيما تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الولايات المتحدة غارة برية في مأرب وقبلها في منطقة يكلاب البيضاء ما يزال موقف الحكومة في هذا الشاء غامضا خصوصا وأن بعض العمليات العسكرية تتنافى تماما مع قوانين الاشتباك التي ينتج عنها سقوط ضحايا خارج الأهداف المعلنة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفعت وطيرة العمليات العسكرية والغارات التي تنفذها الطائرات الأمريكية من دون طيار في اليمن والتي تم خلالها استهداف عدد كبير من قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة وهو ما تتباهى به وزارة الدفاع الأمريكية مئات الضحايا الذين سقطوا في العمليات المتكررة والتي تتم غالبا في أماكن بعيدة عن متنول وسائل الإعلام ولا يتم الإفصاح عن الضحايا والعمليات إلا عبر الجانب الأمريكي الاندفاع الأمريكي في مواجهة تنظيم القاعدة واللا مبالاء التي تبديها الولايات المتحدة وحلفاؤها فيما يتعلق بالإرهاب الذي يتعرض له اليمنيون على يد تحالف الإنقلاب يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى مصداقية تلك العمليات ويرفع منسوب الشكوك حول وجود تعاون أمريكي مع جماعة الحوثي في ملف القاعدة وهذا ما تفسره التصريحات الأمريكية المتكررة التي تقول إنها تقوم بالتنسيق للعمليات مع الأجهزة الأمنية في صنعاء والتي تخضع كليا لسيطرة الإنقلابيين سيطرة الإنقلابيين ترجمة نانسي قنقر